أكد وزير البترول طارق الملة أن مصر أصبحت أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية حيث قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي و80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي ترتفع هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر أوضح الملة أن ما حققه قطع البترول من نجاحات جاء نتيجة العمل على برنامج متكامل بالشراقة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص وشركات العالمية وبدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة